بعد أيام من الحديث عن رسائل الخارجية السعودية المسربة وقبل ظهورها إلى العلن كانت الأنظار مصوبة لاكتشاف قنابل سياسية قد تحملها ومواقف تخالف المعلن كما جرى في سلسلة ويكيليكس السابقة عن وزارة الخارجية الأمريكية أما النتيجة فكانت غير ذلك مراسلات لم تحرج الحكومة السعودية عندما وجدت دول المنطقة والسياسيون والرأي العام أنها متماشية مع خطاب الرياض الرسمي والمعلن في المحافل كلها وجاءت بنتيجة مغايرة لما أراده المخترقون والمسربون إذ أكدت على وضوح السياسة السعودية في تعاطيها مع ملفات المنطقة حيث تبطن ما تظهر أما غير ذلك فتزوير هائل طال الكثير منها كما تقول وزارة الخارجية السعودية في بيانها ويثبته مراقبون ومتداولون على المواقع الإلكترونية ومن بين الوثائق المزورة نتوقف عند هذه الوثيقة التي ظهرت والمعروفة بوثيقة أساما جيفي وهو نائب الرئيس العراقي اليوم استخدم مصطلح الأخ في تعريفه عندما كان رئيسا للبرلمان وهو مصطلح لم يستخدم خلال المخاطبات الحكومية السعودية طوال الوقت بل هو تعريف مستخدم في بعض الأنظمة الأخرى وأكدت وزارة الخارجية السعودية من خلال بيان لها أن التحقيقات لا تزال قائمة بشأن الهجمة الإلكترونية السابقة ودعت إلى الحذر من التعامل مع الوثائق لتزوير الكثير منها وقعة اختراق المراسلات السعودية تأتي تكرارا لوقائع أخرى تعرضت لها مؤسسات حكومية وشركات كبرى حول العالم وكانت الأشهر واقعة شركة سوني وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية وهي جزء من الحروب الإلكترونية المستمرة التي تتعرض لها الدول والشركات محمد اليوسي العربية